أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام أسعد الله أوقاتكم اليوم السبت 1-4-2023 من بيت المقدس ومن داخل المسجد الأقصى المبارك ومن أمام المدرسة الغادرية في المسجد الأقصى المبارك تقع المدرسة داخل الرواق الشمالي للمسجد الأقصى المبارك بين مئذنت باب الأصباط وباب الأصباط ومطهرة باب حطة وباب حطة موقع المدرسة بالنسبة لمصلة قبة الصخرة هو شمال قبة الصخرة المشرفة بنتها مصر خاتون زوجة الأمير ناصر الدين دلغادر عام 836 هجرية 1433 ميلادية وأوقفها الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر وسميت باسمه في العهد المملوكي في زمن السلطان المملوكي برسباعي تتميز بواجهتها الواقع داخل المسجد الأقصى المبارك ويتزين مدخلها بحجارة بيضاءة وحمراء مع مرور الوقت سقط سقف المدرسة فهمت دائرة الأوقاف الإسلامية بترميم المدرسة ولكن سلطات الاحتلال منعتهم من استكمال وإتمام عالية الترميم حتى أنها لا زالت بلا سقف حتى هذا اليوم وهذه المدرسة خدمت الأتراك القاطنين بالقدس حسب الوقفية وقد صرف عليها من عائدات خان الغادرية في سوق القطانين من أمام مدرسة الغادرية في المسجد الأقصى المبارك كان معكم الأستاذ أمجد علقام لا تنسونا من صالح دعائكم القدس والمسجد الأقصى المبارك والمدرسة الغادرية يهدونكم السلام ترجمة نانسي قنقر